هذه الوثيقة العظيمة حقيقة في كل تفاصيلها تأتي اليوم على قرار وزراء خارجية الدول الإسلامي باعتمادها مرجعية كيف تعلق على التدان على التقرير وأيضا على ما جاء في هذا القرار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فالتقرير طبعا واضح وشامل وغطى مضامين هذه الوثيقة بشكل مختصر ولكن فيما يتعلق باهتمام الدول الإسلامية وتقريرهم اعتماد هذه الوثيقة هو قرار متوقع لأنه وباختصار شديد قرار مستحق وفي جميع الأحوال الشكر الكبير لوزراء خارجية الدول الإسلامية على هذا الاعتماد بمضامين هذا الاعتماد أيضا المعلنة وكما يعلم الجميع هذه الوثيقة صدرت عن أكثر من ألف ومئتي مفتن وعالم يمثلون كافة المذاهب والطوائف الإسلامية بدون استثناء لاحظ إجماع بطيف متنوع إجماع غير مسبوق من جنسه في التاريخ الإسلامي غير مسبوق من جنسه في التاريخ الإسلامي هذا الإجماع أيضا أكد على أمر مهم أكد على أن القرار الجامع لعلماء الأمة الإسلامية المعبر عن رأيهم الشرعي لا يكون إلا في رحاب قبلتهم الجامعة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ولذلك تشرف علماء الأمة الإسلامية بعد انتهاء مؤتمر الوثيقة تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وتسليم الوثيقة له فهو ولي الأمر وخادم الحرمين الشريفين وراعي هذه الوثيقة نعم